نستكمل إن شاء الله الجزء الرابع من الوحدة الخمسة وهو مفهوم التقاعر والتحدب ونقاط الانقلاب التقاعر والتحدب في رواية أخرى التحدب يقولوا عليها التقاعر لأسفل وده لأعلى والتحدب يقولوا عليه التقاعر لأسفل زي كده ديه التقاعر لأعلى وهذا التقاعر لمين لأسفل ونقاط الانقلاب الحقيقة نحن نقدر نحدد هل الدالة مقارنة لأعلى أو لأسفل أو نجيب نقاط الانقلاب عن طريق المشتقة التانية فبنقول اختبار المشتقة التانية بيكون من خطوات إذا كانت الدالة fx قابل اشتقاق مرتين لازم تكون قابل اشتقاق مرتين عند نقطة الحرجة x0 فإن الدالة هيكون لها قيمة عظمة محلية عند x0 إذا كانت مشتقة تانية عند x0 سالبة يبقى دي طريقة تانية ليه معرفة هل هيحصل قيمة عظمة للدالة عند نقطة الحرجة ولا رقم اتنين بقول للدالة قيمة صغرى محلية عند x0 لو كانت قيمة المشتقة التانية عند هذه النقطة مجابة رقم تلاتة بقول على fx مقارنة لأعلى يعني شكلها بالشكل ده كده إذا كانت الـ f دابل داش عند الـ x أكبر من الصفر على الفترة من a إلى b بقى هي مقارنة أعلى في هذه الفترة لو كانت قيمة المشتقة التانية سالبة على فترة من a إلى b فبقول عليها مقارنة لأسفل أو الكونفكس اللي هي بالشكل ده كده النقطة الخامسة لو ان عدمت المشتقة التانية أو اتغيرت اشارتها قبل وبعد نقاط عدم التعريف فبسميها نقاط نعطاف أو نقاط انقلاب يعني ايه الكلام ده يعني لو الدالة بتاعتك كانت مقارنة لأس لأعلى وبعد كده قلبت بقت مقارنة لأسفل يبقى النقطة دي بسميها نقطة ايه انقلاب أو نقطة نظف او العكس لو كانت مقارنة لأسفل وبعد كده بقت مقارنة لأعلى يبقى النقطة اللي بيحصل عندها انقلاب ها من التقاعر لأعلى تقاعر لأسفل عكس بسميها نقطة انقلاب أو نعطاف أو بسميها سادل ايه سادل بوينت نشوف امثلة على الكلام ده اوجد فترات التقاعر لأعلى والتقاعر لأسفل يبقى ده المطلوب الاول هي فترات التقاعر والقيم القصوى اللي هي العظمة والصغرى ونشوف اول مثال مع بعض ي بتساوي اكس سا 1ا نقص اثنين اكس تربيع محتاج اعمل حاجزين اجيب اول حاجة المشتقة الاولى يتساوي لو انا اشتقد اكس سا 4ا يبقى اربعة اكس تكعيب نقص اثنين اكس تلقت باربعة اكس اساويها بالصفر عشان اجيبي النقطة الحارجة اخد اربعة اكس مشترك يتفضل لإكس ساوي 0 إذن عندي كام نقطة حرجة ثلاثة يأما ناقص واحد يأما صفر يأما واحد دي نقاط حرجة ليه؟ لأنها جاية من أننا بساوي المشتقة القولة بكام بالصفر طيب الصفر منين أن الـ X هنا يأما تساوي صفر يأما X تربيع ناقص واحد تساوي صفر وإمتى الكلام دي يساوي صفر لو الـ X بتساوي سالب واحد أو مجابعة طبعا أنا ممكن أن نسك دول النقاط الحرجة ومثلون على خط العدد عشان أجيب فترات التزايد والتناقص ممكن نعملها يعني لو أنا جبتي كده خط العدد أهو وهنا السالب واحد وهنا الصفر وهنا الواحد بقى عندي أربع فترات لو جيت أجيب عند السالب اتنين المشتقة هنا عند السالب اتنين هيبقى أربع نقص واحد يعني موجب سالب يبقى ده سالب موجب سالب موجب فترة تناقص تزايد تناقص تزايد يبقى أنا بقول لك من دلوقتي عند الواحد تبقى صغرى عند الصفر تبقى عزمة عند الناقص واحد تبقى صغرى ونشوف هل الكلام ده هيتأكد عن طريق المشتقة التانية ولا طيب أجيب المشتقة تانية اللي هي الواي ضبل داش وتساوي من هنا هتبقى اتناشر اكس تربيع ناقص أربعة تساوي صفر لو أنا أسمت على الاربعة هتديك ثلاثة اكس تربيع ناقص واحد دي المشتقة التانية لو أنا سويت دي بصفر هلاقي ان ال اكس بتساوي يزايد يناقص واحد على جزر تلاتة اللي أنا أسمت وديت الواحد الطرف التاني وأسمت على التلاتة بخط الجزر التربيع يبقى أنا عندي هنا نقطتين نقطة سالب واحد على جزر ثلاثة ونقطة واحد على جزر ثلاثة دي كانت شرط المشتقة الأولى دي شرط المشتقة التانية ها شرط المشتقة التانية بين الاتنين دول في الصفر لو عوضت عن اكس بصفر ألاقي هنا سالب هنا موجب هنا موجب يبقى دي فترة تقاعر لأعلى تقاعر لأعلى هنا تقاعر لمين ناس يبقى الفترة دي تقاعر لأعلى. دي تقاعر لأسفل. دي تقاعر لأعلى. طيب النقط دي اللي هي واحدة على جزر الثلاثة والسلب واحدة على جزر الثلاثة حصل بينهم تغيير. يبقى دي بسميه ايبه? الاتنين دول بسموهم نقاط انقلاب. ليه? او والتانية من اسفل لأعلى. طيب عايزك اشوف القيم العظمى والصغرى فين المشتقة التانية? المشتقة التانية عند السالب واحد نشوف. لما عوض هتبقى ثلاثة في سالب واحد تربيع ناقص واحد. دي بواحد في ثلاثة بتلاثة ناقص واحد ديك اتنين اتنين اكبر من الصفر تبقى عندها بحصل صغرى. وي ضبل داش عند الصفر نشوف هيبقى ثلاثة في صفر تربيع ناقص واحد سالب واحد اقل من الصفر يبقى عوضمى. وي ضبل داش عند الواحد هتبقى ثلاثة في واحد تربيع ناقص واحد يعني هتساوي اتنين اكبر من الصفر يبقى صغرى. والكلام ده ينطبق مع الكلام اللي احنا جبناه من المشتقة الاولى. يعني ايه بقى? يعني تحديد هل النقاط الحارجة عوضمى او صغرى انا ممكن احديدها. اما عن طريق المشتقة الاولى? يا اما عن طريق المشتقة مين? عن طريق المشتقة التانية.